فالمولى عز وجل أكد على التزام الصلاة وعلى أننا لا بد أن نقيم الصلاة وأن نعيش في الصلاة فقال عز من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا يعني الصلاة مفروضة في السفر والحضر في الإقامة وفي السفر في الحرب وفي السلم في الخوف وفي الأمان لا تترك الصلاة ولا تنقطع الصلاة ولا نتعد عن الصلاة لأنها أقوى وأشد الفرائض التي فرضها الله